تخلص المعاملة على هاي الاعداد الموجودة يعني احنا الصين مو مثلنا واميركا مو مثلنا بعداد الموظفين ما شاء الله واحنا المعاملة حالة من الحالات موجودة 12 سنة حالة خلو نقول نادرة او شبه نادرة لكن باقي الحالات الموجودة اقل معاملة اقل شفد شهر سبوع 17 يوم مت ميل واذا احد عنده معاملة يقول بيوم واحدة انكمل معاملتي شنو رأيك تكمل وهذا من المحظوظين هذا سوء تخطيط وادارة لا مركزية برأيك شوفها يعني هناك مشكلة هذا تكمل هائل بدون تخطيط من الموظفين اللي عطل الموظف او الصاحب المعاملة من المواطني اكثر واكثر المشكلة معقدة جدا وتركيباتها كبيرة جدا تبدأ اولا بانه لازالت منظومة الاداء والادارة بالبلد بكل مؤسسات الدولة متهالكة قديمة هذا جانب الجانب الثاني اللي هي البنى التحتية اللي ممكن تنتقل بها الى نظام ادارة حديث ممكن يسرق كل هذه العمليات بما فيها هذه مشكلة ثانية المشكلة الاخرى انه الموظفين الموجودين في جسد الدولة العراقية بكل مؤسساتها يفتقدون الى التأهيل المهني انه ممكن يواكبون اي منظومة عمل جديدة فبالتالي تعقيدات هذه العوامل لازالت لن تحل نسمع عن الحوكمة الاتمة وهذه الاشياء لكن لا زالت ضمن دورات تفتقد الى النوعية في انه ممكن تنتقل لهذا الموضوع هناك مثلث جدا مهم في مسألة انه ممكن تطور منظومة الاداء والادارة في مؤسسات الدولة والموظفين الاولى هو التوصيف الوظيفي كل مؤسسات الدولة وكل موظفين الدولة تقريبا اقدر اقول 97% ما يعرف التوصيف الوظيفي الى شنوة توصيف الوظيفي بمعنى انه فعلا هو اداء شنوة حتى ممكن تحاسب عليه الاثنين التدريب والتطوير كل مؤسسات الدولة في جزتها موجود انه موجود مؤسساتنا دورات وتطوير وتدريب موجود شكلية هاي جدا وبائسة جدا انا ادرك اللي دا اقوله انه كنت مسؤول عن برنامج كبير جدا للعراق ننصدم بمسألة انه الدورات التدريبية لا متبطلهم لازم تنهج نهج تاني بعدين اكو مسألة جدا مهمة وهي تقييم الاداء ما اكو شغل بدون تقييم الاداء يعني موظفين الدولة يجي يخصم الوقت مالته ويحسب يشطب ايام حتى ممكن بنهاية الشهر يستلم الراتف فقط واش عفت ريوغهم انا كلش ما معرف ضيع الوقت كارثة كبيرة جدا يعني المفروض بكل مؤسسة من مؤسسات الدولة ثلاث معايير تنحسب بيها الاولى هي الوقت المبالغ اللي تصرف عليها ونوعية العمل بمعنى لو اخذنا اي اداء وظيفي لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية المفروض الموظف يحاسب على انه انجاز المعاملة بكم وقت والمفروض يخلصها واش قد يستهلك رواتب اللي تحسبها عليه موظفنا كم ينجز كم باحسن حالات الموظفين بالاداء العراقي ماذا يتجاوز السبع دقائق بانجاز اليومي سبع دقائق اذا كنا محظوظين بانه ممكن يكون هذا الاداء سبع دقائق